زي ما كانوا بيقولون ما عندكوش مكان للعرض يعني كنا نحتاج إلى مرآة يعني صحيحة أو غلاف حقيقي وانا كان حتى كان نسبة مسهورة ليه أخي ما تسيب نفرتيتي في بيرلين تجيبها هنا ليه فأنا ما بدأت تعمل نهضة في المتاحف وعملنا 22 متحف على مستوى مصر كلها ومنهم المتحف المصر الكبير والمتحف التاني بقى الأهم والناس مش عارفاه هو متحف الحضارة أنا خلصت بناءه في 2011 لكن الاهتمام الرئيس ليه قلت الأهم؟ لأن متحف ضخمة متحف كبيرة يعني مش متحف صغيرة بتفتحها لا ده متحف اتعمل احنا عملنا فيه مول عشان يصرف على المتحف عملنا فيه مجموعة سينمات عشان تصرف على المتحف المتحف جوه بحيرة وده متحف بقى بيحك تاريخ مصر مصر تاريخها مهم يتحكى انت مش بتحط قصار وناس تشوفها لا انت بتوعي ستوري قصة حضارة مصر من عصر ما قبل التاريخ حتى مئة سنة فاتت فبالتالي وطبعا لما عملنا هذا المتحف والحق انا كنت سعيد جدا الدكتور خالد بينفذ هذه الفكرة وهو نعرض الموميوات داخل هذا المتحف ليه؟ انت لو عملت متحف الحضارة ده محدش يروح الناس بتجري ورا ثلاث حاجات الهرم تتعان خامون الموميوات حط الثلاثة دول في سيوة هيروحوا له سيوة هيروحوا سيوة وبالتالي لو فكرة عرض الموميوات في المتحف الحضارة هي فكرة مهمة جدا والموميو بقى هتظهر مش بطريقة الثليل الخوف بقى انا مرة وانا عايز صغير كلفوني ارافق اه 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 الابيرا بارجرد اخت مالك تنجل ترا فانا معاها في المتحف المصري بصت موميوات ترامسيس كانت معروضة في المتحف شفيتها بطريقة تجري وغمام بقولها ستهانا بتعملي كدة ليه؟ طريقة العالم قررت لي ازاي انا ابص البنا آدم مات من 3000 سنة وابصه له بتشكل ده ده دانا الفكرة انه يتم عرض الممية بقى تعليمية انه تحط تباسيلي المال جنب الممية وتحط التابوت بتاعه وتعمل فكرة على التحنيط وتحط نتائج دي انه احنا عملنا مشروع المصري لدراسة المميوات الملكية كل الدين ايه والاشعة المقطعية هتعرض بقى مات ازاي وكان عنده كم سنة وكل الامراض اللي كانت عنده يعني هيتعمل تصور كامل تعليمي الطفل يروح بقى مش يخاف لا يتعلم اشتركوا في القناة